ما يزال الفساد الحكومي ينهش مشاريع الناصرية وما تزال الكومشينات والصفقات السرية التي تدار من داخل الغرف المظلمة تسيطر على المساحات الخضراء والبنايات المركزية حتى وصل الحال إلى الواجهات الرئيسية التي باتت مركزاً إعلانياً للمتنفذين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة في محافظة الذقار اللي جانس مع الهالة الكبيرة اللي هي عملية استثمار للأراضي والقطع والواجهات التابعة للدوار الحكومية في محافظة الذقار وطبعاً جاي ينشاهد بعض الشركات جاي تنزل إعلانات وبوسترات وعن طريق الفضائيات المحلية بداخل الناصرية هناك مشاريع هناك استثمار هناك وهناك هذا اللي يسمعناه والدليل على كلامي موجودة شركة أور والنسيج وبعض الشركات والمكان اللي احنا واقفين أمامه ساعتين استولت عليها هيئة الاستثمار لبناء دور المن مول الموظفين ولا الفقر لا إلى الرقابة المالية والنزاهة وصندوق عمار ذقار وجاي بيعون بها كمقاطعات لهم دور سكنية الناصرية جاي تنباق واجهات الدوائر والمباني والمساحات الخضراء بالمحافظة جاي تسرق وتشرع لها قوانين ويتلاهث عليها أصحاب النفوذ من المتنفذين بالمحافظة بحجة استثمار وبحجة مشاريع وبكتب رسمية من المتنفذين بالدولة مع العلم هي الأرض واجهات مباني ومساحات خضراء الحكومة المحلية من جانبها بيّنت أن شبهات الفساد وجميع المؤشرات السلبية التي كانت على الحكومات المحلية السابقة قد انتهت بعد إعادة هيكلة جميع مفاصل الدوائر وبدء تحقيق بجميع الإجازات الاستثمارية على حد سوى بعد تغيير الإدارة المحلية في إدارة هيئة الاستثمار توقفت كل شبهات الفساد أكيدا هناك مؤشرات سلبية هناك مؤشرات على عمل وأداء إدارة الاستثمار في الحكومات المحلية السابقة وفي إدارات الاستثمار السابقة هذا ما أعطى للحكومة المحلية الحالية أيضا المضي قدما في التحقيق بكل الإجازات التي منحت سابقا حول هذا الموضوع هناك إجازات عفوا سحبت لغرض أن هناك ربما تكون بها شبهات فساد أبرزها شارع النبي إبراهيم المتلك منذ عشر سنوات وتتحمل الحكومة المحلية مسؤولية جميع المشاريع التي أحيلت عن طريق الاستثمار فأغلبها مخالف للقوانين والبعض منها أحيل عن طريق الكومشينات بحسب المراقبين لقناة زاكروس تيفي علي صالح ذيقار